شهد مهرجان العالمين الجديدة إقامة مباراة بين نجوم منتخب الأندية والأهل والزمالك بمشاركة لاعبي برنامج كابتانو مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة جاءت هذه المباراة تأكيدا على دعم الدولة لمشروع كابتانو مصر وتعزيزا لدور هذا المهرجان في تسليط الضوء على المواهب الشابة فعليات رياضية مستمرة في مهرجان العالمين الجديدة وعادت مباراة نجوم منتخب الأندية والأهل والزمالك بمشاركة لاعبي برنامج كابتانو مصر والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ليخوض نجوم كابتانو مباراة تنفسية قوية أمام قدام النجوم وتأتي هذه الفاعلية تأكيدا على دعم الدولة لمشروع كابتانو مصر وحرص إدارة المهرجان على تواجدهم بمدينة العالمين الجديدة هذه نمازك من مشروع كابتانو في ثلاث أندية موجودين النهاردة دي حاجة مشرفة وحاجة تبسط أشكر كل فرق العمل في المتحدة والوزارة على الدور الكبير اللي هم بيعملوه عشان إنجاح هذا المشروع الكبير دعم كبير قدمه أساطير منتخب مصر للموهوبين من برنامج كابتانو مصر مؤكدين أهمية مشاركتهم في هذه المباراة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بعد مباراة أساطير كرة القدم السابقة كما أشادوا بهذا البرنامج في اكتشاف المواهب ومشاركتهم في أندية كبيرة لتحقيق أحلامهم الكروية فكرة كويسة يعني في ناس ما تلقاش عارف تروح نادي ما عندهاش إمكانيات تروح أكاديمية فكابتانو مشروع قومي يعني لفوا يمكن كابتان عمود سعد لف مصر كلها مع الكبات اللي كانوا معاه كلهم لفوا مصر جابوا من يمين للشمال من فوق يعني من كل حاجة وطلعوا المجموعة دي لعب ومشاركتية وكلنا يمكن كل على مدار السنة كل أسبوع كنا منشوف تجمع كويس إزاي تجمع حلوة والملعب حلوة والأجواء حلوة جدا يعني فكرة حقل بالك الصيف والبح والحاجات دي بتخلي الفايبس حلوة وتخلي مبسوطة بتلعب الأجواء طبعا جميلة والتنظيم حلو جدا كم هيك بأجواء مهرجان العالمين لا جميل بصراحة حاجة رائعة يعني الشركة المتحدة عام ده شغل جامد جدا تنظيم أكتر من رائع الجو حلو قوي فنتمنى طبعا إن شاء الله الموضوع اللي بقى متواجدين على طول لإن إحنا بقى مفسوطين جدا يوم جميل والولاد تعرف اللي هي بتلعب نجوم كبار وتعرف أسابيهم وأعطاك اللي إحنا كمان يعني بندهم الدفع لهم المستقبل وكابتانه مصر يعني شايفين فيه لعبة كويسة إن شاء الله بإذن الله يعني نفسنا اللي هي تمثل مصر في الفترة اللي جاية وتمنى كل التوفيق للمهرجاء العالمين إن شاء الله زي ما أنت شايف وبإذن الله لا أجواء ممتعة وأجواء إحنا مفتقدين أبقى قل كتير لكن الحمد لله قدرت الدولة والمصرية اللي تنظم حدث أنا شايف المصر تستهل كمان أفضل من كده كمان الفترة اللي جاية إن شاء الله فعليات رياضية مستمرة لا تتوقف ضمن مهرجان العالمين الجديدة في المنطقة الترفيهية التي شهدت انطلاق العديد من البطولات الرياضية بمشاركة نجوم الرياضة والموهوبين واستدعم كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاستيعاب زائري ورواد المهرجان في نسخته الثانية بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى لتكون مدينة العالمين وجهة سياحية ورياضية عالمية محمود جميل التلفزيون المصري